في سفر غلاطية أو رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح الخامس الآية الأولى مكتوب فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية في آية 13 فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد يعني الإنسان لا يرتكب بسلوك الجسد والشهوات والخطايا باسم الحرية بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا وفي بطرس الثاني للإصحاح الأول والآية 4 مكتوب لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم فإذن الحرية هنا يعني الكتاب بعلمنا الدعوة للحرية وإن هذه الحرية نخدم أحدنا الآخر بالمحبة ودعوة أيضا إلى الثبات في الحرية أن نثبت في هذه الحرية وأن لا نرتبك بأعمال عبودية تعرف أحبائي موضوع الحرية موضوع كبير وموضوع مهم جدا وإذا بتتذكروا في إنجيل يحنى إصحاح الثامن الرب يسوع كان بيتكلم مع اليهود في إصحاح الثمانية آية 32 مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم هذا كلام يسوع أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن اللي هو يسوع المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا؟ عم بيسألوا يسوع كيف تقول إنه إحنا لم نستعبد إحنا لم نستعبد قط مع إنه بالحقيقة كانوا عبيد كانوا عبيدة للرومان واستعبدوا لشعوب كثيرة إذا رجعنا لأيام الأشوريون القدماء والبابليون ومملكة مادي وفارس واستعبدوا لليونانيين في أيام الإسكندر وحتى بالدليل إنه في أيام المسيح كانوا مستعبدين للرومان لكن حتما مش بيتكلموا عن الحرية السياسية بيتكلموا عن الحرية لأن الإنسان ممكن يكون عايش في السجن ولكنه حر بتفكيره وبإرادته وبقراره وباختياره أيضا كم من الناس المستعبدة وكم من الناس اللي عايشه تحت حكم وتحت ظلم ومستعبدة يمكن تحت احتلال إلى آخره لكن الحرية هو شيء داخلي تعبير عن شيء فعلا إنسان يعني قيم ومبادئ بعيشها الإنسان برضو المسيح تخطى هذه المبادئ وهذه القيم فاتكلم عن أهم شيء في هذا الموضوع إنه الحرية الحقيقية هي التخلص من الخطيئة يعني من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر